في البداية يمكن فصل الشتاء بيكون ليه تقوص كده خاصة من استخدام السخنات بشكل أكبر، استخدام الدفايات وما إلى ذلك بعض الناس كمان بتستخدم يمكن الدفايات بشكل خاطئ وفيه ناس بتنزل من البيوت وبتبقى متخيلة أنها بمجرد قفلة عن متن أجهزة كهربائية هي كده مش بتستخدم كهربائية وهنتكلم مع حضرتك على فكرة الاستخدام الأمثل والآمن للأجهزة الكهربائية بشكل عام بس يا فندم الأجهزة الكهربائية كلها هي استخدام آمن يعني لها تعليمات وإشارات كده طبعا احنا بنشوف حاجة كده غريبة كده ما ييجي مثلا جهاز كهرابي خصوصا الأجهزة اللي هي بتسهلك كهربائك كتير زي حياتك ما قولت السخان الكهرابي أو الغسلها الفولوتوماتيك أو التلاجة أو الدفاية أو فرن الماكرويف ما كده كله تقريبا لا لسه في التلفزيون الحاجات اللي سيديد ما ييجي مثلا بطل الجهاز يروح شده من الفيشة الكهربائي بيشده من السلك ما شدهش من الجزء اللي هو الفيشة نفسها فده يعني من ضمن الغلطات إن من الشد ده غلط إن مع الشد ده ممكن السلك يفصل وممكن تلكهرب يعني فده من الحاجات اللي أول لازم ناخد بالنا منها ما ييجي نفصل الجهاز ما نشدهش من السلك بتاعه تاني حاجة ببقى في ناس مثلا بيتوضع أو بيخسل إيده فما تمسكش جهاز وإيدك مبلولة كده ممكن تلكهرب يعني ده أهم حاجات الإحتراطات الأولية كده وفي حاجة تانية بقى طبية لما تجي تشد جهاز أو تفصله ما تمسكوش بيدك الشمال عشان إيد الشمال دي الأرهيبة من القلب عشان حتى لو كهرابت لو فيه ماس كهرابي في الجهاز أو فيه سلك ملمس كده ما يخشش على القلب يعني حاول تعمله بيدك اليمين بالنسبة الدفاية بقى احنا بنشوف احنا ناس هنا بترتكب أخطاء قاتلة يعني يعني مثلا لو جايب دفاية تلاقي السلك بتاعه حاطه تحت السجاد أو المكت السجاد أو المكت ده الياف من بيتروكومويات يعني ممكن تتحرق تلاقي السلك بيدفع والناس تقول لك إيه ده أولاد بيلعبوا فوق السجاد عشان فيه دفع سلك سخن ده كارثة ما تحطش سلك الدفاية أبدا أو أي سلك جهاز كهرابة تحت السجاد أو المكت لازم تتبقى شايفه لمن كده مع الحرارة ممكن يحرق ممكن أنت في البر في البيت تلاقي الحاجة اللي قد رألت لاش حصل فيها حريقة تاني حاجة بتلاقي الدفاية في ناس تقول لك إيه ده أنا عملها زي ديكور حاطيتها في ترابيزة خشب جوه الخشب دي اللي بيبقى فيها التلفزيون والرسيبر فطبعا غلط مع الحرارة العالية الخشب ده ممكن يتحرق انت ما بتخدش بالك تقول لك أنا شامل ريحة شياط وتمشي أخد بالك الخشب تدي تحرق واحدة واحدة مرة كده وانت كده تلاقي كل الجزء تحرق يعني فدي برضو من الاحتياطات المهمة ما تحطش الدفاية فوق حاجة خشب أو في دولاب خشب يعني ومشا غير طول أصلها ديكور أو تحط زي ما قولنا الكابلة تحت تاني حاجة بقى ما تحطش الدفاية جنب الستاير حاجة ستارة أو أي حاجة خصوصا الدفاية اللي بتبقى فيها هيتر دي لجزء الأحمر دي اللي هو بيته لأن ممكن مع شوية هيتر الستارة دي تلمس مع الدفاية يحصل حريقة والتنايم مثلا وصيب الدفاية بالليل ده بالنسبة لدفاية ومهيتر دفاية ومه زيت برضو 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 متحطة يعني جميع الدفاية متحطاش جنب الستارة أو حاجة مشتعلها ده اللي عادي أسأله يعني فيه أجيال كمان بالدفاية يعني احنا عرفنا أول حاجة الدفاية اللي هي الهيتر اللي هي هيتر وبعد كده ظهرت الزيت واركاة دلوقتي الجديدة اللي هي بتعمل هوا سخنة بس هوا سخنة بس هوا سخنة وكل الدفاية برضو متحاولش تحطها جنب حاجة التالتة دي برضو غير أمينة اه غير يعني يا ما تطلع هوا سخنة مش زي الزيت ومش زي جميع الدفاية لازم لها استعمال كويس يعني يعني زي منو ما تحطاش جنب حاجة زي الستاير ما تحطاش بحاجة ما تحطاش على خشب ما تحطش الكبل تحتها تحت السجاد ما تنامش وتقول لها ستسيب الدفاية شغالة غلط جدا غلط جدا يعني انت خلاص زفت المكان حول وتنايم خلاص تفل الدفاية ما تشغلاش وانت نايم خلاص بالليل يعني غلط جدا في جميع الأنواع الدفايات يعني مهم مهم مهم